وضمن فعليات افتتاح عددنا من مشروعات مصر الرقمية قال رئيس عبدالفتاح السيسي ان الدولة لديها استعداد لتوفير 12 مليار جنيه للصرف على تعليم 100 ألف دارس لديهم مقومات كبيرة لما عملنا مسابقة تلع 111 مش كده انا بفكركم بالموضوع وساعتها قابلني الدكتور الخالد وزير التعليم وقال للرقم ده احنا لو عملنا مسابقة زي كده هنجيب عدد اكتر من كده مش كده يا فنم مش كده يا دكتور وانا بقول الكلام ده يا ريت والله يا خالد انا اتمنى ان احنا وانا بقول لكم للمصرين اللي بيسمعوني دلوقتي والله العظيم لو اتوجد 100 ألف دارس عندهم المقومات دي لاصرف عليهم الى 10-12 مليار جنيه في تعليمهم انا بقسم بالله هاتو المد ألف